السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة من وصفات أم عيتم اليوم إن شاء الله رحمة الرحيم سنشارك معكم اقتراح لأكتر من رائع طرطة بمذاق المختلف قوام ليهو مختلف سنشارك معكم اليومان طرطة ولكي كتجوز لهد جينواز اللي كتجي بنينة بزفزف سهلة في تحضير ديلها كذلك جينواز اللي هي ناجحة بكريمة ديل جوز لهند طبقات اللي كيجوا من ساجمين طرطة اللي كتجي أكتر من رائعة تقدموها بتحميلة الوجه سواء هكا لكم الوليداتكم يعني المناسبة ديلكم أو لحتى الضيوف ديلكم كتجي خفيفة كتجي رطباء وكتجي بنينة كيف كتلكم مدق اللي هو مختلف والمحبي يجوز لهند بالضبط غلي تعجبكم إن شاء الله هدو الوصفة كيف العادة ما تنسونيش فقط من لايكاتكم للتجي وندوز معكم المقادر وطريقة التحدي ونبدأوا على بركتي الله بالجينواز بنتبه للجينواز فأنا تمسح معي المقطع ديلم مكونات ولكن نعطيهم لكم وكذلك نخليهم مكتوبين في صندوق الوصف فعندي ربعات دي الحبات ديال بايد بدرجة حرارات الغرفة قبزة ديال الملحة ساشي ديال فاني وكأس إلا ربع ديال السكر ما يعادل 120 قرام كنتربهم زيان بالطرر بالكهربائي حتى كي يضاعف الحجم ديالهم ثلاثة ديال مرات كيف كتشوفوا معايا هنا غنزول الطرر بالكهربائي وغدين نخد الغربال وغدين غربال هنايا 100 قرام ديال الدقيق ما يعادل تلوتين الكأس مع معلقة صغيرة ديال الخميرات الحلويات أو ما يعادل خمسة ديال قرام ثاف هنايا غدين نخد طرر بيداوي أو لاسباتيول وغيب شوية أنا رغي نزرب المقطع غيب شوية من الأسفل للأعلى غدين نحاول ندخل ديال كيمياء ديال الدقيق وبلما ننزل الهواء اللي دخلناه في البيض ثاف هنايا كنقغيب شوية بشوية كندخل ديال الدقيق في البيض من بعد غدين نخد 60 قرام ديال اللوز فأنا خديت اللوز عبرت 60 قرام حمرته في الفران وطحنته من الأفضل أنكم تطحنوا بحتيه واللي بودر أنا تطحنته غير في لها شوية رقيق بزاف ولكن يفضل أنه يكون بودر باش كينساجم لكم مع البيض وفي الجنواز ما كينزلش لكم للأسفل ثاف هنا كذلك غيب شوية بشوية هناك تحاولوا تدخله وكمرحلة أخيرة غدي نخد ربع كأس ديال الحليب أو ربع كأس ديال حليب أو ما يعديل 40 قرام ديال الحليب وغدي نضيفها بالتدريج غيب شوية هكينتوا ملاحظوا معايا باش ما ننزلش الخاليط ديالي ممكن هات الحليب هدا تضيفه يعني مباشرة هكين بعد ما كتطلق البيض تضيفه وتضيره غير وحد الخالطة خفيفة تضيفه الدقيق أو لا تضيفه هكا في الآخر شوفوا معايا ربع كأس أو ما يعديل 40 قرام نضيفها قطرات قطرات غيب سباتولها كب شوية بشوية نحاول ندخلها في الخالط باش ما كتنزلش لي الهواء هنا غدي ناخد لطاة القيازية 30 الى 40 هي اللي كتجي في الجين مصدير ربعات ديال البيضاس غلفسها ضروري بقيت عادية ورقة يصفي وكن نفرغ الخالط ديالي كيف كتلاحظو معايا كيف كتلكم اللزمة الأفضل يكون مطحون بودرة يعني يكون مني المزيان سوف نحاول نساوي لها الوجه ديالها بجيني طابقة لية مستوية ندخلها الفران بالنسبة للفرن ضروري يكون كيشعل من الفوق ومن التحت سواء فرن غازي ولا كهربائي الفوق والتحت على نار اليميلة او 180 درجة بالنسبة للفرن الكهربائي المدة كتاخد لكم ما بين 12-15 دقيقة سوف يكون الطيب كتتحمر من الفوق ومن التحت ونزولوها ان شاء الله أنا غدي ندخل للفرن الكهربائي 180 درجة مع المرواحة الفوق والتحت ونخرجوها هنا الجنواز ديالي من بعد ما طابت أنا خدت معايا 15 دقيقة سوف يكن نخرجها من الفرن وهي بقا سخونة ضروري غدي نحيضها من اللاطة باش ما كتنديش ليا او لكتعرقها كامل تحت غدي نزولها وغدي نحاول اني نفك لها الجوانب من بعد غدي نرشل لها الوجه ديالها بشوية ديال سكر غلاسي باش ما كتلسقش ليا في الورق من بعد ما نقلبها لانا الوجه ديالها كيكون شي شوية حساس كي تلسق فغدي نحاول اني نرشها بشوية ديال سكر غلاسي ناخد قطعة اخرى ديال ورقة طي نقلبها اليها وصافي نقلبها ونخليها كتبر ونبدأ عند رجوع إن شاء الله باش نقطعوها هنا بالنسبة لتقطع ممكن تقطعوه بشكل مربع او لشكل المستطيل باش مكي داعش لكم ما كي بقاش لكم نهائي الجنواز ضايعا أنا هنا القياس قطعت 21 سنتيم سيركل ديال 21 سنتيم ممكن تقطعوتها أكتر أنا قطعت القياس اليوم ديال 21 سنتيم قطعت جوج ديال دوائر اللي هم أصحاح ومن بعد كن ناخد هذيك القيطع اللي بقاولية ديال الجنواز غدي نحاول أنا نلقيهم بعد شكل هذا نقادلي ومنحاول هنا غدي نحيي الجوانب لأنه جوني شي شوية ناشفير غدي نقادهم ومن بعد غدي نقطع دائرة أخرى هنا غدي نتحصل على ثلاثة ديال دوائر ودائرة من هالدائرة اللي كتكون مرقع اللي كتكون في الوسط ممكن تقطعو حتى بشكل مربع تجيكم القياس ديال 21 تلاثين وعشرين تلاثين وعشرين لتلاثين سنتيم غدي نجيكم مزيان وما غديش يبقى لليكم البقايا ديال كيك بالنسبة لالبقايا هذو فأنا غدي نخدم بيوم من بعد ولكن مؤهم ثم أنا غير كان نقطع حليكم وكيبق لكم الاختيار هنا غدي نتوز لتحضير الكريمة بالنسبة للكريمة كريمة اللي كتجيبني هنا بزد واقتصادية كذلك غدي ناخد هنا كيس ديال الكريمة تشانتي غدي نضيف له جوج مع القكبار ديال الكوكم الأفضل يكون الكوك عفوان نوعية اللي هي ممتازة وغدي نضيف هنا ملعقة كبيرة ديال الجبن الماسكوربون هنا كيف كتشوفوا معي لما عندكم اي جبن كريمي غدي تضيفوا منه واحد ملعقة كبيرة او لاتخذه البيرلي مسوز او لابيرلي بالسكر وضيفوا تاو وضيفوا عليه كاز ديال حليب واضطرفوا مزيان وطلعوا الكريمة ديالكم إلا عندكم حتى حليب جوز لهند ممكن هو تطلعوا به الكريمة ديالكم بهذا الشكل هذا هاد الكمية غدي تكون كافية لأنه ما غديش نحتاجوا الكريمة أننا نزينوا بها الطرطة ديالنا وللكيك ديالنا فالكمية ديال الكريمة ان شاء الله غدي تكون كافية وده بندزون منطي الكيك ديالنا وللطرطة ديالنا أنا غدي نستعني هنا بسيركل باش كتجيني طبقتها كمقادين كتجيني مستاوية وحتى طبقة ديال الكريمة كتجيني مقاددة كنناخد هنا هنا الطبقة الأولى وكنسقيها غير شوية ديال حليب دائما الطبقة الأولى حولو ما تسقيوهاش بزف لأنه يلي كتبقى هشات دالينا باش نقدروا أنا نزو ما تبقاش كتفرتتلينا نسقيها غير واحد شوية هي الكيك را كتجيه شي شو زوينها كايا عفوا باللوز صافي كندير طبقة ديال الكريمة كندير الطبقة التانية ديال الكيك هدو اللي كيكونوا مرقعين كيف كانقولو كنسقيها مزيان لاحظوا معي أنا نسقيتها هنا مزيان بالحليب أنا الحليب هنا ما زدليه تشي حاجة ومكن تدولي شوية ديال سكة أو لديدولي العفوا الحليب المركز المحلة اللي بغيتو صافيو كندير الطبقة الثانية ديال الكريمة شوفوا معي الطبقة ديال الكريمة كتجيها كايا متماسكة واحد شوي لأن درنا فيها الجبن سواء ندرتوا الجبن او لدرتوا البيرلي او لأي جبن كريمة فالطبقة ديال الكريمة كتجيها كاي شي شوية متماسكة وكتقبط لكم الكيك ديالكم أنا كنحاول كيف كتليكم من قادها مش جوني طبقة اليon مwu記得 كنحاول ليسيها صافيو غديندير الطبقة احوال اخيره الكيك ديالي اولا ديالجينواز وغادي نسقيها كذلك مزيان بالحليب كيفك لكم انا الحليب رمزت معت اشي حاجة خليتو كيموه او لممكن نسقيه بسيروع عادي صافي وغادي ندير شوية ديال كريمة اللي تبقت ليها كامل فوق وغادي نخلي شوية ديال كريمة غادي نديرها مع الجوانب كيفك لكم هذه كمية ديال الكريمة ان شاء الله غادي تكون كافية لان انا كنديرو تقريبا غادي نديرو غير جوج طبقات ديال الكريمة اما بالنسبة الاخير فاركة تكون كريمة غيرها كالتزين كنغطيو بها الكيك دينا وكنحاول نغطيو بها الجوانب يعني سفيما قدحتاجوا كمية دي الكريمة اللي هي كتيرة يعني تقسمو الكريمة دي لكم على ثلاثة او لجوش قسمة عفوني يكونوا زيدين والقسمة الاخيرة كفكت ليكم رغير قد نغطيو بها الكيك دينا هنا وغادي نزينوه من بعد فما قدش يبقى بين العيوب او للنقص دي الكريمة بعد ما غطيت طرطة ديالي هنا وحاولت انا ليسيها ونقدها ما امكان غادي ناخد هنا الكوك اللي غربلته يعني غادي ناخد غير ذاك الغليظة هكاية ديال الكوك او لديالجوز الهند كنرشها هكامل فوق وكنحاول انا لينغطي كذلك نا الجوانب ونقدهم بزيان وليسيهم كجي الشكل ديالها صراحة زوين بزاف والموحي بالكوك او لنكها ديالجوز الهند غادي يجبكم ان شاء الله هاد الكيك هادا او لها الطرطة هادي من بعد خضيت كمية هنا ديال اللوز اللي قطعتها بالموز قطعتها كطريفات ليهما كبارين حبة ديال اللوز كنقسمها غير على جوج ولا على ثلاثة حمرته واحد شي شوية هكاية في الفرره يتقرمل شي شوية صافي وكنزين بيهو الزين دائما كيبقى اختيارين حاولت ما امكان الزين ما يكون شي حاجة اللي هي معقدة وفي نفس الوقت يجيكم زويون سواء كيفما كلكم لكم لمناسباتكم او للطيوف ديالكم صافي كندير غير هكا واحد دائرة كنحاول انا ننقذها مع الجوانيب ديال كيك وبالنسبة للطبقة للكمية عفوا او للبقايا ديال الجنواز فانا مرميتهم وشخطيتهم وخلط معاو شوية ديال الشوكولاتة الخاصة بالدهن دوزتهم في الشوكولاتة البيضاء ودوزتهم هكا في الكوك كيجوا بحل شكل ديال ديال فريرو اللي مشي الفريرو الرافاييلو غير هما هكا صايبتهم البقايا ديال الكيك هنا يا صافي هدا و الشكل النهائي ديال الطرطة ديالنا او الكيك جوز الهند كيجيرا شوفوا الشكل دياله صراحة بسيط زين لي هو بسيط ولكن المداق اللي هو زوين ومغاير للكيكات او للطرطات العادية اللي مولفين كصعبوا بالجنواز والشانتي هدا و الشكل ديالها لاحظوا معايا شوفوا معايا الطبقات ديال الجين واسبتك كيفاش كتجي كتجي هات كباينة بان في اللوز خصوصا اللوز يكون هكا محمور باش يعتل بنا اللي يزوينا طبقات ديال الكريمة هكا في هاداك الجو من ماسكربون او لا اي جو ممكن نعاود نأكد لكم معا معنك هكا ديال كوك او لجوز الهند تزين هكا من الفوق كتجي زوينة بزاف لا شكل ولا مدقان ان شاء الله ان شاء الله اقتراح ديال اليوم من الاعجاب ديالكم وتجربوه كيف ديما بتنسونيش فقط من لايكاتكم للتشجي كذلك البرتاج مع الاصدقاء وفي مواقع التواصل الاجتماعي كشكركم دائما لحسن المتابعة ديالكم بهذا غد يكون وصلت نهاية وصفة اليوم مع وصفات اخرى ان شاء الله مع السلامة شكرا